اشتركوا في القناة 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 في ذاكرة الجماعية الوطنية بصمت اشتركوا في القناة 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 في الرفع من شأن القضية الفلسطينية في بلادنا لا ننسى كذلك ان بن سعيد قدم اسهامات كثيرة في المجال ديال ديمقراطية اول من طرح موضوع ديال تازمامارت في البرلمان المغربي في الوقت لما كانش واحد عدد ديال البرلمانيين يفتقدون الشجاعة والجرأة لطرح هذا الموضوع وهو بذلك يكون ساهمة كذلك في خلق تراءكم في مجال الحريات ومجال الحقوق الإنسان في الحقيقة خسارة كبيرة للشعب المغربي والقوى الوطنية والديمقراطية ببلادنا السيب محمد بن سعيد اي تدر بقائمة الشهداء بتاع المغرب وتاع الوطن العربي والمغاربي السيب بن سعيد اي تدر أن يشامخ بمبادئه بعطاءاته بتضحياته الجسام اعتبرهم القلائل تاع المناضلين اليساريين لدفعه على البلاد بالكفاح المسلح بالمقاومة بالنضال المستميط ضحى بحريته ضحى بوقته من أجل هذا الوطن الحبيب السيب محمد بن سعيد اي تدر رفقه ضرب جميع المناضلين والمناضلات اليساريين اعطى الكثير وترك منجزات كثيرة من كتب ومحطات نضالية ومبادئ عامة ادلا بدلوهي في 20 فبراير الشباب اعطى رسائل كثيرة للشباب في 20 فبراير اليوم يودعنا ونعصبره لازال حيا بجميع هذه المنجزات من آخر مقاومين في البلاد ربما هو آخر لائحة التي تموت اليوم ولكن كان عصبره شهيد للحرية شهيد للكرامة والمساواة كان في الدفاع المستميط على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وكان معطاء وحنونا مع رفاقه ورفيقاته في كل المواقف كان دائما يعطي الكثير ولا يبخلوا بأفكار بمساهمات يعني احتى على المستوى المادي فهو من أطيب خلق الله نتمنى أن يكون متواه الجنة وبأفعاله هاته وب يعني إنجازاته هاته نعتبره مع أهل الجنة فتحية لكم ونتمنى الصبر لجميع أهله ورفاقه ورفيقاته فهو إنسان جد متميز نتمنى أن يكون خلفا مثله في شباب المغرب وشاباته وهذا يبقى من المتمنيات لأنه من الطينة يعني طينة نادرة جدا نادرة جدا لأنه مبادئه فوق كل شيء فمبادئه العامة كانت هي النزاهة هي الاستقامة هي اليد المبدودة هي السعي إلى الصالح العام من من قلائل في المناضلين واليساريين الذي لا يفكر إلا في الصالح العام كل ما يتعلق بالصالح الخاص فلا يتدخل فيه نهائيا حتى مع أولاده لم يكن يوما ليمد أو ليتكلم عن أحد من أجل أن يتدخل لصالح أسرته أو أبنائه أو إلا إذا كان هناك صالح عام فيكون شارسا في الدفاع عن هذا ولعل أخير دليل هو من أنقذ مناضلين ومعتقلي تزمم مارت يوم يوم فجر قنبلة تزمم مارت من داخل برلمان أظن بأن محمد بن سعيد يعبر عن العبقرية المغربية رجل أتى من رحاب سوس وتعلم اللغة العربية في مراكوش وانخرط في حزب الاستقلال ثم بعد ذلك في المقاومة وجيش تحرير كان حاضراً في العمليات الأولى لجيش التحرير من أجل تحرير الصحراء المغربية يعني عاش أحداث إيكوفيون ولذلك له شرعية يعني فاردة فيما يخص الوحدة الترابية طبعاً كان حاضراً كذلك في محطات أخرى منها الدمقراطة منها حقوق الإنسان ولو أنه أدى ثمناً غالياً لأنه دفع إلى إلى المنفى وعاش بعيداً عن بلده إلى غاية ثمانينات حينما عاد يعني بمقتضى عفو عام وأنشى منظمة العمل الديمقراطي فمحمد بن سعيد هو ذاكرة ولكن أكثر من ذلك هو ضمير ويشهد ذلك انخراطه في القضايا العادلة في الصحافة في الريف حقوق المرأة ويعني ما يؤكد ذلك هو هذه الجنازة المهيبة في حق هذا الرجل الفذ وفي هذه اللحظة لحظة الحقيقة متذكر بأن الوطن واحد يعني بغض النظر عن المشارب السياسية أو حتى الفكرية رحمه على إتر هذا المصاب الجلال الذي ودعنا فيه شخصية فدة وطنية وقاومة إنه الأستاذ سيمو حمد بن سعيد أيتي الدر الرجل الوطني الرجل المخلص لمبادئه وأفكاره وعلى إتر هذا المصاب الجلال نتقدم باسم حزب الشوري استقلال إلى الأسرة اليسارية عامة وإلى رفاقه في النضال بأحر التعازي والمواسات داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناله مع الذين أعمل الله عليم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة وأن يلهم كافة أسرته الصغيرة والكبيرة جميل الصبر وحسن العزاء إن لله وإن إليه راجعون شكراً 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 شكراً